السلام وعليكم و SARAHDeS Episode بيك في عالم الاسي اي 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 EO دي حلقة الاولى من القرص تحسيم محركات البحث وال sick yo نلتعرف عليها تعائم معدول على الاية اي 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 كيف يساعدني الاية اي 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 في نجاح مشروعي أو موقع على الانترنت وأيضا 76 001 هنتعرف على الوامل الأساسية لعالم تحسيم محركات البحث وبما ان الحلقة اي الاولى على القناة فخلينا أقولك إن إحنا هنقدم عليها قرصات SEO خاصة بالمواقع قرصات SEO خاصة باليوتيوب وكمان هنقدم فيها قرصات خاصة بتصميم المواقع وإدارة المواقع وحل مشاكل كل شيء متعلق بعالم SEO بإذن الله فأنصحك إنك تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصل الجديد إلى الإشعارات بإذن الله SEO أو SEO هي كلمة انجليزية اسمها Search Engine Automation وتم اختصارها وبقت SEO وباللغة العربية اسمها تحسين محركات البحث وتحسين محركات البحث هي عوامل ومعايير تضعها محركات البحث للوصول إلى تجربة مستخدم رائعة من خلال موقعك والعملية لا تعني أنني سوف أكون بالعمل على تحسين محركات البحث نفسها ولكن لتحسين أداء موقعي في محركات البحث SEO هو العمل الأكثر أهمية في مجال التسويق الإلكتروني بشكل عام وفي مجال المواقع بشكل خاص السيوف الحقيقي هو العمل الأساسي في هذه الأيام لرجاح أي موقع على الإنترنت خلينا ناخد مثال لو احنا محتاجين على سبيل المثال أننا ننشئ المتجر لبيع العطور على الإنترنت فالموضوع هنا بسيط جدا كلما سوف نحتاج وتصوير منتجاتنا والبدء في إنشاء الموقع ووضع المنتجات الخاصة بنا فيه مع إضافة السهر لها وإضافة كلمات تصف المنتج وبكده انتهى الموضوع خلاص كل شيء تمام والمتجر تمام كيف سنصل إلى الزبائن؟ كيف سنحصل في البداية على زغوار؟ كيف ستجدنا الناس لتشتري منا المنتجات؟ وهناك متاجر أخرى وهي التي تظهر للناس في المقدمة أسئلة كثيرة جدا تدور حول هذا الموضوع والجواب سهل جدا هو في عالم تحسين محركات البحث أو الاسيو فهو العامل الوحيدة والشيء الوحيدة الذي سوف يجعل متجرنا يظهر للناس ويكون في المقدمة حيث العوامل الموجودة فيه والتي تجعلنا مهيئين تماما للظهور في نتائج البحث المتقدمة طبعا عملية تحسين محركات البحث لها فوائد عديدة جدا ومن أهمها الوصول إلى تجربة مستخدم رائعة مصدر بحث أساسي أو مصدر أساسي لحركة الزوار الوصول إلى النتائج الأولى وبالتالي الزوار أكثر استراتيجية طويلة الأمد زيادة المبيعات نسبة تحويل عملاء أعلى اهتمام محركات البحث بموقعك ومحتوائك تحسين الصرع والتجاوب زيادة الوعي بالعلامة التجارية الوصول إلى الجمهور المستهدف الإحصائيات والتقارير وقياس الجهد وطبعا تكلفة مخافضة عكس الإعلانات والترويج بطرق أخرى للإسي أو فوائد كتيرة جدا ولكن دول أهمها وهم دول اللي احنا محتاجينهم من عوامل تحسين محركات البحث خلينا دلوقتي ندخل في العوامل الأساسية أو الأقسام الرئيسية لعالم الإسي أو القسم الأول هو الإسي أو أوم بيج القسم الثاني هو الإسي أو أوف بيج والقسم الثالث هو الإسي أو تيكنيكل حاليا بعد ما تعرفنا على الإسي أو وأهمية الإسي أو لمشروعي على الإنترنت والموقعي خلينا نتكلم في العوامل الأساسية الثلاثة لتحسين محركات البحث والقسم الأول أو العامل الأول الرئيسي هو الأوم بيج أو الأوم بيج إسي أو أو العوامل الداخلية وهذه العوامل تسمى بالأوم بيج لأنها تكون موجودة على صفحات الموقع داخليا وهي العوامل الأهم في الحقيقة فكل شيء يبدأ من العوامل الداخلية ممكن نسمي العوامل دي بعوامل تهيئة الموقع داخلية للمحركات البحث خلونا بنا نتعرف دلوقتي على الامبيج أو العوامل الفراعية الخاصة به الامبيج عندي معايا في الامبيج تحليل الكلمات المفتاحية واللي من خلالها بقدر ان انا اوصل للكلمات المفتاحية اللي انا هبدأ اشتغل عليها تحليل المنافسين العلامات الوصفية الخاصة بالموقع خريطة الموقع او الارشيف تحسين روابط الصفحات والمواضيع الروابط الداخلية تحسين الصور الموجودة بالموقع طبعا إنشاء وتحليل ملف الروبوتيكس وإصلاح مشاكل إعادة التوجيه وصفحة الخطأ اللي هي 404 و 301 وفي النهاية لو أنا محتاج أن أركب الاسكيمة ما فيهش أي مشكلة بعد كده علشان ما نخلطش الأمور ببعضها خليني أبدأ بالتكنيكل أو الأمور التقنية اللي أيضا ممكن تكون لأن العوامل الداخلية والعوامل التقنية مشتركين في شيء واحد أنه هما الاثنين بيكونوا على صفحات الموقع أو بيكونوا داخلية فنعتبر أن التكنيكل كمان عوامل داخلية والعوامل التقنية هي التي تلعب دور مهم جدا أيضا في عملية تهيئة الموقع لظهور في النتائج الأولى في البحث ولا تأثير قوي على إداء الموقع لأن من أهمها طبعا تجربة المستخدم فخلينا نقول دلوقتي بتتكون من إيه العوامل التقنية أو التكنيكل أولا بتتكون من خريطة الموقع الداخلية هوية الموقع حماية بيانات الموقع أو الاس اس ال تشغيل الصفحات المسرعة من جوجل أو ما تسمى بالAMP تحسين تجربة المستخدم موديل اللي أنا بحاول دايما أوصل لها واللي هي رقم واحد في مجال الاس اي او أساسا بعد كده بهتم بتحسين سرعة الموقع وتحسين سرعة صفحات الموقع التجاوب مع الموبايل وباله جهزة والشاشات وطبعا تعديل وإصلاح أخطاء المحتوى المكرر وربط الموقع مع مشرف المواقع الخاصة بمحركات البحث وبعد كده التحليلات والتقارير ودي كانت العوامل التقنية وحاليا ندخل على العوامل الخارجية أو حاليا نحن على استعداد كبير لتهيئة موقعنا خارجيا بعد أن قمنا بتطبيق العوامل الداخلية والتقنية على صفحات الموقع العوامل الخارجية بتساعدنا في التسويق لمحتوى موقعنا على المواقع الأخرى ومحركات البحث ولها دور مهم أيضا في تصدر نتائج البحث والوصول إلى النتائج أو الجمهور المستهدف تتمثل العوامل الخارجية في خمس عوامل أو ممكن أكتر ولكن الأهم حاليا في هو إنشاء روابط خارجية عالية الجودة تسويق المحتوى الخاص بالموقع خارجيا العمل على ربط الموقع بالسوشيال ميديا وكتابة مواضيع تسويقية أو منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي مثلا للتسويق للموقع والتقارير الخارجية وقياس الأداء الخاص بالموقع بعد ما طبقنا كل العوامل السابقة طبعا في علامة تحسين محركات البحث كل يوم في تحديث جديد وفي أبديد جديد بيحصل على الخوارزمية الخاصة بمحركات البحث وعلشان كده سيبت لك العوامل الأساسية لمحركات البحث أو لتحسين محركات البحث أو لتحسين موقعك طبعا على محركات البحث كمان في عوامل كتيرة لتحسين محركات البحث ما تذكرتش في الفيديو ده ولكن عوامل خفيفة أو عوامل صغيرة فاحنا ممكن نتكلم عليها في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله طبعا كل اللي فات من تحليل الكلمات المفتحية أو الـ كل ده هيتم شرحه عامل عامل بإذن الله على القناة. ان شاء الله هتكون الفيديوهات اللي جاية بإذن الله كلها عملية. يعني تقدر تطبق معي من الفيديو اللي جاي بإذن الله. ده كان الفيديو اللي من خلاله هتتعرف على الاسي او ومهمته والعوامل الأساسية الخاصة بيه. اتمنى وتنساش تشترك في القناة علشان تتابع الفيديوهات اللي جاية. واعمل اللي لايك للفيديو ده علشان تشجعني ان انا استمر في نشر المحتوى. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.